كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله يترى إيه أخبار الصيام وأثر الصيام يترى الإسام مننا وقدر يوقف بمرة قدام الملقاه وينظر كده يترى فيه نور باين على وجهه يترى الإحساس نفسه حاسس إن فيه نور في قلبك فيه نور زيادة في دماغك استنارت الأشياء وقدرت تفهم الدنيا والأخرة فيه نور حسيت بيه بطعم العمل الصالح وطعم القرب وزيادة الطاعات ولا الغفلة متركمة وركبة ومش باين أثر الأعمال معاك عموما سنذكر بقية الحديث الحديث بدأ بالكلام عن التوحيد ومثل ذلك كمثل رجل يشترى عبدا من حر ماله وقلنا السؤال أنت شغلتك إيه عند ربنا ووظفتك إيه بتشتغل إيه عند ربنا ثم كانت الثانية الصلاة وتكلمنا عن فهم الصلاة وكيف يسجد القلب بين يدي الرب وما العوامل التي تساعد على حضور القلب في الصلاة ثم كانت الثالثة الصيام وقلنا أن الصيام الصائم ريحته حلوة ويتبان ريحته مع كسرة الطاعات ويظهر أثرها على الوجه والقلب وعلى الجوارح النهاردة العنصر الرابع في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففادع نفسه منهم يقوله ابن القيم عليه رحمة الله وهذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه سبحان الملك الجملة دي حلوة هذا الكلام هذا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه وإحنا كتير نقول أن وجود الحق في الواقع أكبر دليل على أنه حق أن الواقع الصحيح يصدق الحق قال سبحانه وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجدهم ضاحظة يعني إيه اللي بيحاج ربنا موجود ولا مش موجود فيه رب ولا مش رب بعد ما استجيب له بعد ما فيه ناس مؤمنين بيه وبوجوده حجدهم ضاحظة ما فيه ناس مؤمن يبقى وجود الحق في الواقع وهو ده اللي احنا مطالبين به إيجاد واقع صحيح يشهد للحق بأنه حق هو هراكل آمن وأسلم بدون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يسمع قرآن وإنه مجرد أن استدل بوجود الحق على أنه حق لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر لما سأله هل كان في آبائه من ملك هل يكذب أصحابه يزيدون أو ينقصون من أصحابه أو أتباعه الفقراء من الأغنياء استدل بالواقع الصحيح على أنه حق لذلك المسلمين نهارده مطالبون بإيجاد الواقع الصحيح هذا الكلام هذا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه بعض الكلام كده الدليل على أنه حق أنه حصل قال فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء حتى ولو كانت الصدقة من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله يدفع بها عنه ده كلام ابن القيم وسبحان الله العظيم هذا كلام حقيق مجرب إن الصدقة تدفع أنواعا من البلاء بطريقة لا تتخيل لا تتصور يعني تفاجأ إن في بلاء شديد وتتصدق تتصدق تتصدق ببذخ وكرم فتفاجأ بانفراج بلاءات وتيسير وتفريج كروب عجيب تتعجب من سرعة تفريج الكروب إذا أنت تابعت الصدقة وكثرت من الصدقة يقول ابن القيم فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تدفع غضب الرب إن الصدقة تطفئ غضب الرب إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة سوء يقول ابن القيم عليه رحمة الله وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار في الترمذي من حديث معاذ ابن جبل قال معاذ رضي الله عنه اللهم اجعل معاذا كمعاذ قال معاذ ابن جبل قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه وسيدنا معاذ ابن جبل أنا أغبطه على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما تذكر حديث إن سيدنا معاذ يقول وضع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كفه كفي بين كفيه وقال يا معاذ والله إني أحبك ياه يعني أستشعر حنان سيدنا النبي وعطفه ولطفه جمال روح وطيبة قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما يأخذ إيد سيدنا معاذ كده بين إيديه لإثنين أقول له يا معاذ أنا بحبك سبحان الله العظيم يعني يا بختك يا سيدنا معاذ وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بسيدنا النبي في الجنة وأنا أشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنني أحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأسأل الله أن يجمعنا به في الجنة وأن لا يحرمنا منه وأن يمكننا من أن نضع يدنا في يديه ونقول له أنا أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن جبل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون في بعض الأثار باكروا بالصدقة فإن البلاء ألا يتخطى الصدقة الصدقة شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وقاية حماية تحميك وتدفع عنك والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يعني تصور أنت كده أن في خطأ أو ذنب ونزلت عليه ماء تطفيق كذلك الصدقة لما تنزل على الذنب تطفيق تذهب حرارتها حتى من قلب المخطئ حتى من قلب العاصي تحس أن الزنوب انطفت في قلبك نار الشهوة انطفت في قلبك كلما تصدقت وزدت من الصدقة الصدقة علاج عجيب جدا بس المطلوب من الإنسان أنه هو يسارع فيها ويكثر منها ويتابعها قال صلى الله عليه وسلم لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا 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 إنك تبحتر الفلوس لوجه الله بكثرة تزود الصدقات لعل الله عز وجل ويتقبل وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم دايما الصالحين الليل للهم وهو الليل دايما يقول عليه حين يخلو كل حبيب بحبيبه يخلو الصالحون بحبيبهم وربهم الله الجليل جل جلاله سبحانه فدأب الصالحين شعار الصالحين سمة الصالحين يعني نقول إيه صفة الصالحين علامة الصالحين دايما طريقة طريقة الصالحين قيام الليل لذلك الإمام أحمد بن حبل رحمه الله شهو شيخ الإسلام أيضا يعني الإمام أحمد بن حبل رحمه الله لما بات عنده أبو عصمة وجاء يطلب الحديث فوضع له الماء فلما أصبح بم يروح يصل الصبح وجد الماء كما هو فقال له ألم تكن من الليل قال لا والله نمت فقال هل من طالب علم ليس له ورد من الليل في حد يبقى طالب أخرى وما بيقومش الليل صلاة الرجل في جو في الليل شعار الصالحين قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع كأن بينه وبين المضجع بينه وبين بينه وبين الفراش بينه وبين السرير جفاء تتجافى جنوبه جنوبهم عن المضاجع في جفاء بينه وبين السرير بينه وبين مكان النوم دأبه دايما أنه مجافي جنبه عن الأرض واقف يصلي وقد مثل رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ذلك بمن بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله فإن الصدقة تفجي العبد من عذاب الله تعالى فإن زنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجيع الصدقة تفجيه من العذاب وتفكه منه وقضية إن الإنسان يفك نفسه دي أصيلة مشهورة وده معنى معنى عتق الرقبة اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين العتق من النار معناه قال سبحانه وتعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم مأواكم النار هي مولاكم فبعض الناس النار مولاه يعني هو عبد في النار فيحتاج أن يعتق من النار يعتق من هذه الولاية وذا معنى عتق الرقاب إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليلة رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين آمين يا رب العالمين اللي النار مولاه يحتاج يعتق يعتق من النار ذلك سيدنا أبو هريرة كان يقول إني أستغفر الله كل يوم إثنى عشر ألف مرة على قدر ديتي بشتري نفسي باثنشر ألف استغفار أعتق رقب أعتق نفسي بعض الناس يقول اشتريت نفسي من ربي مرتين بعضهم يقول ثلاثة إن هو يدفع ثمنه أنا ثمنه كم نهاردة دية المسلم تلتمائة ألف جنيه يروح يدفع تلتمائة ألف جنيه يتصدق بتلتمائة ألف جنيه بيشتري نفسه بيفضي نفسه صدقة يتصدق ده كلام ابن القيم هنا اللي بيقول إيه إن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى فإن ذنوبه وخطاياه تختضي هلاكة فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد يا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلي كن فإني أريتكن أكثر أهل النار وكأنه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأ ما منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ممكن نصف تمرة ينجيك من النار صدقة إنك تتصدق بجنيه أو نصف جنيه فما بالك بقى لو تصدقت بتنين جنيه أو من أنفق زوجين في سبيل الله حكتين يعني اديت واحد قميص وحزاء جلبية يعني ونعل دول اسمهم زوجين في سبيل الله من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله يا زخير اعمل حكتين اتنين إنك توكل واحد وتديله هدية إنك انت تسد دين واحد و مثلا توكل إلى آخر أي شق تمر قد ينجيك من النار في حديث أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله قلت يا نبي الله أمع الإيمان عمل قال أن ترضخ مما خولك الله قلت يا رسول الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فليعين الأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع قال فليعن مظلوما قلت يا رسول الله إن كان أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة اللهم ارزغنا الجنة يا رب قال عمر بن الخطاب ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم الصدقة عمل عظيم جدا ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الصدقة الإنسان يتصدق قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة فالتسبيحة صدقة والتهليلة صدقة وركعتين يركعهما من الضحى صدقة إلى آخر الحديث لكن يصبح على كل على الإنسان كل يوم واجب عليه أن يتصدق تلتمية وستين صدقة عدد مفاصل جسمه إنه يتصدق عن كل مفصل صدقة ويتقرب إلى الله عز وجل بقرب في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى سديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أناملة وتعفو أسره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة من مكانها الرسول صلى الله عليه وسلم بيدينا مثال واقعي واضح جدا ان المؤمن المتصدق زي اتنين لبسين جبه من حديد الجبه من حديد هو ضمتهم ضمت ايديهم كده لصدره والرقابته وترقوته ف المتصدق بيمدي ايده بيتصدق بيعطي ويعطي ويعطي فكلما يمدي ايده تتفرد لحد ما كلما يعطي تتفرد تتفرد لحد ما نزلت على اديه ونزلت وراه والتاني اللي ما بيعطيه بخيل فكلما يضم تتضم علي اكتر كلما يضم تتضم علي اكتر قال ابو هريرة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جبته فرأيته يوسعها ولا تتسع فلما كان البخيل محبوسا عن الاحسان ممنوعا من البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه الى عنقه بحيث لا يتمكن من اخراجها ولا حركتها وكلما اراد اخراجها او توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها وهكذا البخيل كلما اراد ان يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو المتصدق كلما تصدق بصدقه انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة الا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة اليها ان شاء الله في الحلقة الجاية عايز اجيب معايا كلام ابن القيم بقى في سر العبادة وهو بيقول ان العبادة نفسها لها لذة وفرحة فبيقول بقى في الصدقة ان سعادة القلب بالاعطاء اعظم من سعادة الاخذ وقال ان سعادة الصدقة وفرحة الانسان المتصدق بالصدقة شيء اجل من ان يوصف القاكم في اللقاء القادم ان شاء الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور اشتركوا اشتركوا اشتركوا